الحوار مع الأبناء يبني شخصية الأبناء الحوار بينك وبين زوجتك أو بينك وبين زوجك يبني العلاقة الزوجية بشكل جيد الحوار بين المدير والمرقوسين يبني علاقة مجابة الحوار بين الدول يخلي في علاقة إيجابية ولما فيش حوار بين دول ممكن تقع حروب ولما فيش حوار جيد بين زوجين ممكن يقع طلاق ولو ما فيش حوار جيد ما بين الأباء والأبناء ممكن يقع مشكلات علشان كده يهمني جدا أنك أنت تحترف الحوار والحوار الجيد مع الأبناء مع أنه سبحان الله الحوار حاجة ببلاش ببلاش لكن للأسف البعض بيبخل بالمجاني على ابنه ومركز في الجانب المادية لكن جانب بسيط زي كده ويا ما أولاد بيبقوا محتاجين ده ويا ما زوجة بتبقى محتاجة كلمة يعني بس من الزوج أكتر من أنه يجيب لها حاجات كتيرة المصري بيقولك إذا كان الكلام من فضة يبقى السكوت من دهب صح كده؟ لا أنا بغيره بقى في هذه الحلقة وبقول إذا كان الكلام يعني من فضة أو إذا كان الكلام من فضة آه السكوت من فضة يبقى الكلام من دهب مش السكوت من دهب لا انا عايز الكلام ده لفوايد الحوار اول فايدة ليه الحوار مع ابنك ان الحوار موصل جيد ليه الافكار انك انت هتقدر توصل افكارك لابنك وهتعرف تتعرف على افكار ابنك طب هتعرف ده ازاي هتعرف ده ازاي بالحوار حاجة بسيطة خالص يعني بالكلام معاي لما هتتكلم مع ابنك هتوصله اراءك افكارك معتقداتك عاداتك تقاليدك ما ترغبه ولما تتكلم مع ابنك هتتعرف برضه على بزوغ الافكار عنده على اراء وعلى معتقدات وعلى افكار لان البعض احيانا يجي لي بعد وقوع المصيبة يا دكتورك شفت ان الولد عنده افكار إلحادية يا صدق انه بقاله سهنة دلوقتي بيخش على مواقع الملحدين وماشي مع ملحدين وبيفكر الافكار دي وعنده الشكوك دي من بدر قوي لو من اول لقطة من اول لحظة عادت معاه كنت طفيت العود الكبريت ده لانه معظم الناري من مستصغر الشر يعني العود الكبريت هتنفخ فيها الطفل هتسيب وممكن يولع فيه غابات ستوئية فالفكرة كلها انه ممكن مصيبة تحصل علشان ما كانش فيه قعدة في الاول بنتك شفت انها بتكلم ولد من البداية خالص هي مفتقداتك عشان كده راح تتكلم ولد فالفكرة كلها انه لو اتكلمت حتى معاه من البداية كنت تعرفت ايه الموضوع يعني الكلام مع ابنك مش بس هتعرف على افكار وتعرف على افكارك واراءه واراءه وحاولين حاجات كتير جدا ان شاء الله حتى رأيه فيك ورأيه في والدته ورأيه في الحياة ورأيه في حاجات كتير جدا ممكن بعد جدا تصطدم ان رأيه مخالف لرأيك تماما وفكر ومخالف لفكرك ومش هتعرفه تتواصله الكلام مع ابنك هيعلمه الحياة ليس فقط مجرد يعني الكلمات او اللغة او الحصولة اللغوية او الطلاقة اللفظية او لا الحياة بشكل عام تاني مكسب من مكاسب الحوار مع الابناء ان الحوار مع الابناء موصل جيد لحرارة الحب الحوار موصل جيد للمشاعر طيب دايما نقولك افتح صادلة صادلة قلبك واصرف عقار الحب صباحا مساء لابنك ابنك هيعرف مني انه بحبك او انه انت بتحبه من غير ما اتكلم معي طيب انت هتعرف مني ان ابنك بحبك من غير ما اتكلم اصلا احنا عارفين ايوه عارفين ازاي ما انا بكتشف احيانا انه بسأل الولد بابا بحبك يقوله اب درجة 10% ازاي ده 100% وما الابني اللازين انا بأكله شربه لبسه وعمال طول النار عمل اشتغل علشانه لأ ده انت بتجيبه حاجات مادية لكن هو كان عايزك انت عايزك انت توصله عن طريق الكلام يعني اه طيب وبرضو ابنك هل انت عارف بيحبك بدرجة قديه او يعني انت بالنسباله يعني ايه انت بتحب ابنك ده تلقائي يعني منطقي يعني يبقى الحوار موصل جلد حرارة الحب هتوصل المشاعر لابنك بشكل كويس جدا بالحوار هتخلي اولادك يحبوك لان البعض يقولك انا عايزهم يحبوني ياخي بالحوار حاجة بسيطة ورخيصة اهي تلو جبت كل يوم هدية مادية ممكن ما تأثرش قوي في قلب ابنك لكن بالحوار هتقدر توصل لابنك يعني